اشتركوا في القناة فيما يعرف بالمنطقة الخضراء بين ميليشيات مقتدى الصدر وميليشيات الحشيد ميليشيات الإطار التنسيقي وبعد انسحبت انسحب جماعة الصدر بأمر منه بعد كل الذي جرى وتحدثنا به أكثر من مرة وأنتم تعرفونه خلال الأيام الماضية دعا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى اجتماع للرئاسات سموها الرئاسات الثلاثة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان وربما رئاسة القضاء الأعلى واجتمعوا معا قادة القوى السياسية بالعملية السياسية قالوا الغاية من هذه الاجتماعات هذه أولا للتهديئة تهديئة الأوضاع ثانيا تبني الحوار الوطني رجعنا للحوار الوطني اللي هو قصة لا تنتهي ومن 2003 لحد اليوم نسمع الحوار الوطني وهو حوار بيناتهم وتوزيع للمكاسب وتوزيع للمناصب ليس أكثر وليس للوطن حصة من هذا الحوار كله إلا هذا الاسم وهذا الاسم يعني سرقوه حوار وطني وليس للوطن اللي هو حصة فيه النقطة الثالثة قالوا تشكيل وهذه يتونسون عليها دائما هم يشكلون اللجان مئات الألاف من اللجان يشكلون اللجان فنية تشكيل فريق فني الآن غيره ومو لجنة تحقيقية أو لجنة فن لا تشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حولك خارطة الطريق للحل الحقيقة هذه 30 سنة أنتم معكم خارطة حل خارطة الحل الوحيدة التي لديكم هي أن تتمسكون بالعملية السياسية تتمسكون بمناصبها ويستمر الفساد والخراب أما المواطن والوطن فلاحصت له في كل مشاريعكم وإرادتكم وقراركم وركم بالخارج أقليمياً ودولياً وهذا واقع الحال واللي عرف الشعب طلع عليكم تظافرات وآخرها ثورة تشريم قالوا يعني نحن نبغي الوصول إلى تقريب وجهات النظر طبعاً بين من تقريبون وجهات النظر بين القوى السياسية في العملية السياسية القضية ليس للوطن علاقة وليس للمواطن علاقة وليس للعراق علاقة القضية هي علاقة بمحافظتهم على العملية السياسية التي هم يستقتلون من أجلها وفيها حياتهم النقطة الثانية الوصول إلى انتخابات مبكرة يعني هذه قضية الانتخابات المبكرة صدعت رؤوسنا بها يعني ما عادت مبكرة إذا لاحد يقترح يقول هذه الانتخابات المبكرة القادمة يعني يجب أن تكون مو أقل من يعني شهر الـ 12 عام 2023 هذه 24 يعني شنو مبكرة هذه الكلمة المبكرة تركونا من عدل مصطفى الكاظم يدل يقول لنا مبكرة من 2011 صارت الثورة يقول لنا مبكرة إلى 2021 صارت الانتخابات وصارت من شهر العاشرة 2021 ولحد الآن مشكلت حكومة بها ورد ثلاث سنوات من الثورة صارت الانتخابات يعني ورد سنتيا من الثورة صارت الانتخابات وصارت نهاية قريبة السنة ولم تشكل حكومة وهذه اسمها مبكرة فتركونا من عدل مبكرة والغاية منها تحقيق متطلباتها أولا ومن متطلباتها مراجعة قانون الانتخابات رجعنا يعني يعني نفس الطأس ونفس الحمار مراجعة قانون الانتخابات وعادت النظر في مفوضية الانتخابات طيب مو أنتو صدعت روسنا بمفوضية الانتخابات اللي جبتوهم مستقلين وكذا وتالي الكل هم بالتزوير وناس تطلع عليهم تقول لك مزوري كل اللي خسروة وطلعوا وقالوا هالانتخابات مزورة وهاي مفوضية الانتخابات شاركت بالتزوير وهم قابلها كانوا يقولون هذه هي أنزم مفوضية الانتخابات ونحن جبناها عموما فنعيد النظر في مفوضية الانتخابات إضافة إلى تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية وهي استحقاقات الدستورية هذه الكذبة التي ما بعدها كذبة طبعا واستحقاقاتهم الدستورية دستورهم يقول هذا الدستور المسخي يقول يعني ورا ما ذري شهر ما عارب وقال لازم ورا الانتخابات ينتخب رئيس جمهورية ورئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء وهي كلها فترات محددها والدستور هي هاي الاستحقاقات الدستورية لم يلتزموا بها وضربوها بأحذيتهم وصار عشر تشهر هذا الشهر الدعش ندخل بي أو دخلنا بي وكل هذه الاستحقاقات كذب ولم يفعلوا شيئا ولم تقول المحكمة الاتحادية شيئا ولم تقول القضاء الأعلى شيئا خلص الموضوع فهي كذبة وبالتالي يقولون أكدوا أكدوا هذا الاجتماع يعني ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية هاي بنية الدولة العراقية هم يتكلمون عن هذا هذا الموضوع وإذا بواحد من رموز الميليشيات من رموز الحشد الشعبي يطلع فيديو رسالة للشعب العراقي هو يعني مصوري على أساس ليتحدث فيه واحد ردعلي بسؤال لكن هي رسالة للشعب العراقي قال بالنص وبدون معاربة وبدون بشكل واضح قال نحن الدولة اللي يسأل من الدولة إحنا الدولة يعني يريد يقول إحنا الميليشيات إحنا الدولة إحنا الحشد إحنا الدولة إذا أوصلنا إلى المرحلة التي الميليشيات تحكم العراق فهي دولة اللي بنية الدولة اللي صلحوها كلام هذا هذا محيط لو هناك دولة فعلا حقيقية كانها القبضة فعلي كان حاسبوه كان دخلوه معكم وحاسبوه وفق الدستورهم هذا الكسيح وفق قوانينهم يحاسبوه على كلامه شو تقول إحنا الدولة قال نحن الدولة واللي ما يعجبه خليه ما معناه خليه وروح يروح رأسه بالحيط هذا واقع الحال يعني يبحثون عن خارطة الطريق نعم كل دول الدنيا سووا مراجعات بين فترة واخر كل الحكومات سووا مراجعات كل الأحزاب سووا مراجعات وإيجاد خارطة الطريق جديد المستقبل جديد لكن تعتمد في هذه الخارطة أن تطرح منجزاتهم وما يمكن أن يضيفوهم المنجزات هنا أنا ستتساءل ما هي منجزاتكم يعني عشرين سنة شوية المنجزات غير الدماء والقتل والطائفية والتخريب والهجرة والمصائب والفساد والخراب وأسوأ بلد وأسوأ مدينة وفقر يزداد وبطالة تزداد غير هذه منجزاتكم شنية خليه يقولونا خليه يقولوا للشعب خليه يطلعون مؤنن خليه يقولوا للشعب يقولوا لا تتحدثون عن خارطة الطريقة أي خارطة الطريقة؟ الحقيقة الكارثة كبيرة في العراق يعني إذا كانوا هؤلاء الذين يحكموا للعراق بهذا الفكر بهذا الفكر الكسية بهذه الرؤى وبهذه الطريقة وهمهم الوحيد أن يبقوا على كراسيدهم وأن تبقى العملية السياسية قائمة ويبقى الفساد ويبقى القراب على الشعب العراقي أن يدخل قرارا هذه القضية تتعلق بالشعب العراقي تتعلق بقرار الشعب العراقي ليس أكثر فبالتالي اجتماعات رئاسات ثلاثة رئاسات ثلاثة أربعة معرف منه قادة عملية سياسية قوة سياسية كذبة كبيرة محاولة للحفاظ على العملية السياسية ليس أكثر أما الوطن والمواطن فهم خارج حسابات هؤلاء هذه هي القلاصة شكركم عزيزي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة